السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور محمد من قناة اني مال ووليد زيك يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وافضل حال دايما يا رب فيديو النهاردة هيكون عن اربع اسباب لتأخير الحيض والدورة الشهرية عند الكلاب والعلاج بالتفصيل ان شاء الله بيشتكي كتير من المربيين ان الكلاب بتعدي عليهم سنتين وثلاثة ومجي لهمش الحيد ولا مبتحدش ولا مرة ولا بيشوف علامات في الحيد على سلوك وتصرفات الكلب وبالتالي بيخاف على السلالة والتزاوج بشكل عام وبيضطر ان هو يجوز الكلب عشوائي وبيحصل امراض وهدك فيه الاعضاء التناسولية وقد يؤدي الى نزيف داخلي شديد طبعا فيه حاجات كتير بتؤثر على الحيد والدورة الشهرية في ايناس الكلاب منها حيوية المبايد ومستوى الهرمونات في الجسم والعامل الوراثي نيجي الاول سبب فيه التأخر الحيد في الكلاب اول حاجة قصور في الغوضة الدرقية للكلب وده بتمنع الحيد تماما او عدم انتظام الحيد يعني ممكن الكلب يجي له مرة وشهرين لا او الانسة لطحيد نهائيا وعلاجها بيكون من خلال الطبيب البطري انه بيمشي الكلب على نظام غزاب يحتوى على اليود او الاشعاع من خلال الطبيب البطري السبب التاني لتأخير الحيد هو ما يسمى دورة الحيد الصامتة يعني السدي في الكلب بيكبر او الحلامات في السدي بتكبر دون التعبير عن الحيد زي فارط النشاط ورفع الدل للذكر والكلام ده ما بيحصلش ومع نزول كمية دم صغيرة مش ملحوظة بالنسبة للمربي الاعلاج بتاعها ان الطبيب البطري بيفحص مستوى هرمون البروجسترون وكمان بيفحص الخلايا المهبلية وكمان بيديلها الادوية وبتتعالج بسهولة ان شاء الله ثالث سبب هو سوق التخزيع يعتبر سوق التخزيع وهو عامل مهم جدا في تأخير الحيد وده نقص الفيتامينات والبروتينات والدهون والمعادن الموجودة في الاكل وكمان الناس اللي بتأكل كلابها عضم او عيش مع جبن بس او عدم نوجود تنوع في الاكل بشكل عام رابع سبب هو الاخير هو مشاكل المبايد زي تكيس المبايد نتيجة العامل الوراسي وعلاجها بالادوية او التدخل الجراحي وكمان ورم المبايد منه الخبيث والحميد وكمان بيكون علاجه والتدخل الجراحي الفيديو النهاردة خلص اتمنى يكون عجبكم الفيديو واشوفكم مناخرة الله في الفيديو اللي جاي يالله السلام عليكم